موسيقى التباية اللي هي عضمة القصبة بيكون لها نهاية قريبة اسمها بروكسيمال اند اسمها القريبة لانها الاعرب لمركز الجسم البروكسيمال اند بتكون متسعة وعريضة وليها نتوئين او بروزين مضغطين بالغضروف وهم الميديا الكندايل واللاترالكندايل السطح المفصلي العلوي لكل من البروزين دول اسمه تيبيال بلاتوز وده السطح اللي بيتصل مع الفيمورالكندايلز التيبيال بلاتوز للاتنين كندايلز بيفصف بينهم بروز اسمه انتركندايلر اميننز او تيبيال سباين الانتركندايلر اميننز بيحتوى على كومتين وهم الميديا واللاترال انتركندايلر توبيركلز الاتنين الانتركندايلر توبيركلز والمناطق الخشنة المحيطة بيها بتبع عبارة عن اماكن اتصال الاربطة السمبية اللي هي كوليشيات ليجامينتز وايضا الغضروف المفصلي اللي هو منسكس اللاترالتبيالكندايل بتحتوي على سطح مفصلي صغير اسمه Articular Fibular Surface واللي بيتمفصل مع الهيدوف زافيبولا مكونين مفصل Proximal Tibiofibular Joint الشافت اللي هو جسم عظمة التبية بيكون ليه حفة او كريست في الامام بتحتوي على بروز عظم اسمه Tibial Tubersty وده البروز اللي بيتصل به الباتيلر ليجامينت وعلى السطح العلوي من الناحية الخارجية للTibial Tubersty بيكون فيه Attachment Site اللي هو مكان اتصال ال Inutibial Band واللي اختصرها IT المنطقة الخشنة من اللاترالتبيالكندايل معروفة باسم جيردي توبيركل السطح الخارجي من جسم التبية بيكون بمسابة Attachment Site الإنترسوس منبرين الغشاء الموجود بين عظمتين التبية والفيبيولة السطح الخلفي لجسم التبية بيكون فيه Oblique Bony Ridge اللي هو حرف عظمي ماي اللي اسمه سوليا او ببلوتيال لاين بتتصل به الياف الوطر الخاص بعضلة سولياس مسل الديستال تبية او الديستال ايند وزا تبية برضو بتكون نهاية مصالية متسعة وعريضة وبتحتوى على امتداد داخلي بيكون الميديا الماليلس واللي بتتموصل مع عضلة التيلس في منطية الكاحل السطح الخلفي من الميديا الماليلس بيحتوي على جروف اسمه Malilar Groove بيمر منه كل من التبياليس بستيريور تندن والفليكسور ديجيتوريام لونغس تندن وفي الجانب اللاترال او الخريجي بيكون فيه فاكوة او حاز صغير اسمه Fibular Notch بتتموصل فيه الفيبيولة مكونة مفصل Distal Tipi Fibular Joint او Articulation الشازية او الفيبيولة هي عضمة طويلة ورفيئة نسبية وبيكون لها ايضا proximal end و distal end ومعظم طولها بالكامل بيكون مغطة بالعدلات النهاية الورايبة للفيبيولة اللي هي proximal end بتنتهي من اعلى بنهاية حد اسمها ابكس ودي اللي بتتموصل مع لاترالكندايل افزا تيبيا مكونة مفصل proximal tipi Fibular Joint والنهاية البعيدة للفيبيولة بتكون الجزء البارز واللي اسمه Lateral Malylus وبيتموصل مع تيلس ومنطيد الكاحل السطح المفصلي الخلفي عبارة عن توييف صغير اسمه ماليلور فوسة الفوسة دي بتستكر فيها Posterior Telofibular Ligament ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة